تنفيذة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قام كل من سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بزيارة إلى كل من سترة والنبي صالح لتفقد احتياجات الأهالي فيهما ومتابعة المشاريع التي تنفذ أو الجاري تنفيذها والوقوف ومفعل الاحتياجات واستكمال النواقص فيها أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات وتخطيط العمراني أن مسيرة البناء متواصلة في سترة وغيرها من مناطق البحرين ضمن الاهتمام الذي توليه القيادة بالنهوض بالبنية التحتية وأضاف أن الوزارة أعطت أولوية لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في سترة بطاقة استيعابية تؤهلها لمعالجة 16 ألف متر مكعب في اليوم وتستفيد منها مناطق سترة وقراءها والمنطقة الصناعية وكذلك جزيرة النبي صالح التي تم مؤخرا الانتهاء من ربطها بالشبكة أيضا موضحا أن هناك تنسيق مع وزارة الإسكان لتوصيل البيوت التي تم توزيعها بهذه الشبكة من جانبه قال سعدة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن منطقة سترة تشهد تنفيذ مدينة إسكانية متكاملة وهي مدينة الشرق سترة والتي وجه السمو رئيس الوزراء في وقت سابق ببناء 5000 وحدة سكنية بها لاستيعاب الطلبات الإسكانية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة بشكل خاص وطلبات محافظة العاصمة بشكل عام ونوها وزير الإسكان لأن جهود الوزارة بخصوص تلبية الطلبات الإسكانية لأهالي سترة والنبي صالح لن تتوقف عند هذا الحد فيما تسعى الوزارة أيضا إلى تشجيع مساهمات القطاع الخاص لبناء مشاريع إسكانية في المنطقة ليستفيد منها المتقدمين للاستفادة من برنامج مزايا